أيضاً فائدة نحن قلنا بباطل الأكف وظاهر الأكف كيف يكون ذلك؟ نقول إن الدعاء له أربع صيغ ثلاث منها بباطل الأكف وواحد منها بظاهر الأكف وهو عند الرهبة إذا خفت تأتي بالرابع أما التي بباطل الأكف وهذه الصور الأربع ذكرها أيضاً بالرجب أن أخرج جدية من العباءة أما التي بباطل الأكف فالصورة الأولى أن يجعل باطن كفيه قبل وجهه وقبل السماء كيف؟ هكذا تجعل باطن كفيك قبل وجهك أنت تشوفها المصلي يجعل يديه يغض بصرة يعني ينزل بصرة فهي قبل وجهك وقبل السماء هذه الصورة الأولى هذا الباطل الأكف دعاء رغبة النوع الثاني أن تجعل باطن كفيك هذا باطن باطن كفيك قبل وجهك وأطراف الأصابع إلى السماء هكذا يا ربي يا رب هكذا فتدعو بهذه الصورة الصورة الثالثة أن تجعل باطن كفك قبل السماء السماء وظاهرهما قبل وجهك شون؟ أحول أحول صح؟ مش؟ شون شيخ؟ أن تجعل ظاهرهما لوجهك ظاهرهما لوجهك وباطنهما قبل السماء هكذا هكذا ترفع على سلفوغراسك مثل استسقاء نعم هذه استسقاء الصورة الرابعة هذه صعبة أن تجعل ظاهرهما إلى السماء وباطنهما قبل وجهك عكسها وإذلك هذه تكون حال الرهبة مثل ما دع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فكان رداؤه مثل ردائي ماذا يفعل؟ سيسقط من رفع يديه في هذه الطريقة يا رب يا رب خلاص خائف أنت شف يا رب فهذه تسقط الرداء كما فعله عليه السلام سقط رداؤه ولكن هذه التي تكون فوق الرأس مكهوهة في الصلاة فائدة مكروهة في الصلاة لكي لا يتبع المرء بصره إلى السماء طيب